السلام عليكم ازايكم جميعا يا رب كلكم اكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجة بسيطة جدا وهي الرزب شعرية للمبتدئين اتمنى تجربوه ويعجبكو ان شاء الله دلوقتي هنبدأ ان احنا نحمر الشعرية هنحط حل على النار وفيها 3 معلق زيت دلوقتي الزيت سخن معانا هنحط الشعرية علشان نحمرها دلوقتي الشعرية اسفرت معانا هي زي ما حضركم شايفين حمرناها كويس دلوقتي هنضيف دي كباية رز مصري مخصول طبعا نقلبوهم مع بعض ودلوقتي نضيف العقد كباية الرز العادية بتاخد كباية ميا بس عشان فيه شعرية هنحط كباية ونصف ميا مليانين اول اللي ما يعرفش يزبطها قوي احنا بنحط الميا لغاية لما تغطي اول بعد العقلة الاولانية بحاجة بسيطة يعني كده كده يبقى العقد بتاع الرز مصبوط دلوقتي هنحط الملح ده بيكون طبعا حسب الرغبة او حسب التزوق يعني مثلا انا هحط تقريبا معلقة ملح صغيرة وكده بقى هسيب النار علي عليه لغاية لما يتردل او يشرب الميا بتاعته الرز معانا هشرب الميا بتاعته هنقلبو بشوكة بالراحة ونوطى عليه النار خالص 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 يا جماعة لغاية لما يستوي وكده الرز خالص استاوا معانا زي ما حضراتكو شايفين نساوي بس الحلة ونقلبو كده وللناس المبتدئة نعمل تست بسيط ان احنا ناخد حباية رز ونفرقها بين صوابانا زي ما حضراتكو شايفين هتلاقوها استاوت بالزبط وجاهز ان احنا نقدمو بألف هنو عافية وده بيكون شكل الرز بتاعنا الرز بشعرية جميل جدا لما اتجربوه ويعجبكو ان شاء الله واذا عجبتكو الوصفة ياريت ان انتو تشتركوا على القناة وما تنسوش تفعلو زر الجرز عشان يوصلوكو كل جديد من فيديوهاتي وهتنسوني في اللايك وشيرو بألف هنو عافية